الكرياتينين هو ناتج أيضي من الكرياتين والذي هو بالأساس حامض أميني يستخدم في إنتاج الطاقة وبناء الأعضلات فبعد معاملته من قبل الإنزيمات وإخراج الطاقة منه يتحول إلى مركب عديم النفع الذي هو الكرياتينين والذي هو هذا المصطلح الكرياتينين كحالله كحال اليورية فهي يعتبر كذلك مادة أيضية زائدة يجب على الجسم طرحها بوسط كدتين يتم قياس الكرياتينين مختبريا بوسط فاعله أولا مع إنزيم كرياتينين أميدو هيدروليس الذي يقوم بتحويله إلى الكرياتين ومن ثم يتعامل معه البايروفيت كارينيز والكافتايد هيدوجينيز بما يؤدي إلى تغيير اللون وهذا الفرق في التغيير في اللون عند مقارنته بمعايير ثابتة يعطينا تركيز الكرياتينين ترجمة نانسي قنقر